بس في النهاية لازم اقول واعتب عليكو انتو يعني الحكومة السبب هي اللي سمحة بهذه السيولة النقدية ما عملتش اي تنظيم لهذا البيع والشراء النقدي في دول تانية ما بتسمحش بهذا يعني انت رفق امريكا في بعض الاحيان في جهات تقول لك ان بخدش كاش تقول لك انا بخدش كاش تقول لك تخدش كاش الكاش روح وديه البنك وهاتلي تحويل من البنك معك كريدت كارد بالكريدت كارد او بالديبت كارد لكن كاش مش هاخد منك كاش احنا نعايز اقول لك مفاجأة عرفتها من شهرين الحكومة نفسها بعض الجهات الحكومية وهذا كلام على عهدتي او صدقني صدقتي فيه بعض الجهات الحكومية بتعمل مناقصات ومزايدات وكذا وتاخد الفلوس في شويلة في شويلة عمر بيه مزايدة مش عارف ايه بستة مليون جنيه التاجر داخل بالشويلة ك الحكومة قلت لهم مبروك شكرا مفود الى قاب تتواجب تقول له روح وتنفسه البنك وهاتلي تحويل ايه شيك بنكي معتمد فاذا كان ربه البيت بالكاش سائلا بالكاش ضريبا انا متفق معك تماما انه فكرة الاقتصاد النقدي ده محتاجة تضرع وده اللي بيعمله المجلس القومي للمدفوعات واحنا كل الحكومة كلها كلها مدركة وكل الوزاة مدركة فكرة الاقتصاد النقدي ومشاكله طيب يعني انا بشغار ثقافتي غلا بحدك شوية تلزم ليه طبعا ما هي لازم بقى فيه قدر من الالزام وعشان ما هو استقافة تتغير ازاي بقى فيه الزام لغاية من الناس تبدأ تلتزم وبالتالي تتحول الى تقافة زي المرور زي اي حاجة طيب احنا كوزارة مالية تقرر وده اللي تبقى انا عملنا نظام الجيافة مع ياس انه مفيش تعاملات تتم مع الحكومة حتى بشيكات تتم من خلال تحويلات ده من امتى فانا ده من الشهرين اللي فاتهم لا يتم دفع اي مبالغ للجهات حكومية حتى بشيكات ولكن يعني المناسات والمزايدات والحاجات اللي انا قلت حلاج على دي مش هتحصل تاني لا فيش كلام ده خلاص خلاص ده ايدي ده تعليم يعني لا ده ده قرارات ويعني وسارية دلوقتي واللي ممكن يعني زميل الدكتور محمد معيت نائب وزير المالية للخزانة هو المسؤول عن الموضوع ده ممكن يعني في لقاء معاه تقدر يديك تفاصيل اكتر عن الموضوع ده احنا في النهاية الكلام ده ساري دلوقتي ساري حاليا تمام طيب المجلس القاومي للمدفوعات بيعمل على احنا بنشتغ نظام للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة نشجع هذه المشروعات وجزء من هذا النظام بنشتغل فيه مع وزارة التجارة ومع البنك المركزي والمجلس القاومي للمدفوعات عشان نوصل لمجموعة من الاجراءات التي تقلل من التعاملات النقطية يعني عايزين نوصل زي ما العالم كله هنبدأ بالتدريج يبقى فيه فوق حد معين لا يجوز التعامل نقطي يعني فوق هذا الحد لا يتم التعامل نقطي وانا بقى من جهتي كوزارة مالية او كمصلحة ضرائب فيه تفكير برضو في بعض التعدي لا تتفق مع ما يتم في المجلس القاومي للمدفوعات انه انا مش هاعتمد مصاريف معينة عند حجم معينة للشركات الا اذا تمت من خلال تعاملات بنكية لان انا طول ما التعاملات زي ما حدك بتقوله بتعمل بتتم نقدا وبملايين واحد شهايل شوال انا براها انا مش ممكن هعرفها وفيه ناس بتستغل ده اللي احنا بنقوله ده كمان حيفدنا من ناحية تانية فكرة انه الاقتصاد غير الرسم اللي احنا بنقوله عليه اللي هو اقتصاده كله داير سيولة وكاش حيضطر يظهر نفسه حيضطر يطلع ويروح للبنك والبنك عيعرف ان فيه معاملة حصلت كذا 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 فالربط بقى اللي حركه هتعملوه هتعرف انه فيه فلان بيخش له داخل وكذا وكذا فهتبحث عنه تكتشف انه عنده رشاط لحد انا عايز اقولك حاجة اهم من بقى فكرة الضرايب موضوع ده له علاقة بالارهاب وبغسيل الاموال بالانشطة غير المشروع هو فيه حد مثلا وبيعمل ارهاب بيحاول فلوس بالبنك مثلا ولا ما هو شغال كده اللي بيعمل حاجات غير مشروعة اللي بيشغال في المخدرات فده جزء من انه توقف التعاملات دي بشكل باي شكل من الاشكال ويبقى كل التعاملات من خلال البنوك ده هيقدر يعني غسيل الاموال فيه واحدة غسل الاموال الموجودة في البنك المركزي بتاني نتعاون مع وزارة المالية في هذا النوع من النشاط فاحنا مقتنعين كحكومة بفكرة ان الاقتصاد النقدي ده محتاج تغيير فيه اجراءات تمت من خلال الحكومة زي ما اقول حكي من نسبة للتعاملات مع الحكومة ولكن فيه اجراءات ستتم ويتم العمل عليها في مجال الاقتصاد النقدي ترجمة نانسي قنقر